نفسك تتحجبي مرة تانية؟ ينهوري طبعاً قسمي أشعر رحلة الأعلامية بسمة وهبة مع الحجاب بدأت بتقديم برامج دينية وجوازة من سعودي بعدها قلعت الحجاب وقدمت برامج فني قدمت برامج دينية بالحجاب على قناة مشهورة وشكلها كده نوية ترجع تلبسه من تاني تعالوا مع بعض نعرف رحلة الأعلامية بسمة وهبة مع الحجاب في الفيديو ده أنا بحثت كل واحدة قدرت تحافظ على طاعة أنا مقدرتش أكملها بسمة وهبة إعلامية بدأت مشوارها كمزيعة في برامج دينية على قناة دينية مشهورة وبعدها اتجوزت راجل سعودي وخلفت منه طفلين الفنانات المعتزلات كانوا بيحبوا بسمة وهبة والكلام معيها ده كمان اعتبروها داعية وبيشوروها في حل مشاكلهم على طول بسمة وهبة اتشهرت في البرامج الدينية والموضوع ده عمل لها مشاكل مع جزة سعودي وبعدها قررت تخلع الحجاب قالت الحجاب بيكبرني في السنة واتفاجأ أمورها على سوشال ميديا بظهورها بشعرها وميكب كامل وعامل رجيم وجسمها خاسس جداً ظهرت في برنامج اللعبة مع الكبار وقالت وقتها أنا كنت بمر بأزمة نفسية قصية جداً الأنفة لما بتتعرض لمشكلة وأزمة بتفقد الثقاف نفسها وأنا فاقدت الثقاف نفسي وقتها وندمان أني قلعت الحجاب وبتمنى رجعله في يوم من الأيام بدأت بسمة وهبة حياة جديدة لكن مش كل اللي بنتمنى بيكمل اتفاجأت بكرة في السادي وهي بتصلي وقررت تعمل فحص واكتشفت إصابتها بالسرطان وبعدها سفرت باريس وعملت فحوصات تاني أثارت جدل كبير عن ارتداء الحجاب خاصة إنها الفترة الأخيرة بتظهر وتتكلم عن الشيقها للحجاب وإنها نفسها ترجع له نشرت بسمة وهبة صورة على سوشال ميديا صورة ليها وهي بالحجاب وكتبت عليها عزيز الحجاب اشتقت إليك الصورة عمرت جدل كبير على سوشال ميديا والجمهور بدأ يسأل هي نوية ترجع تلبس الحجاب تاني؟ ولا إيه؟ بعد ما حاولت تعيش حياتها الجديدة بشكل طبيعي اكتشفت مرضها بسرطان السادية والموضوع كان مفاجأة وهي بتصلي حست بالكورة في السادية سفرت باريس علشان تطمن لكن المفاجأة إنها عرفت إنها عندها ورم وهتحتاج كيماوي عانت وقتها من حالة صحية صعبة جدا لأن الدكاترا كانوا خايفين إن المرض ينتشر في جسمها أو في الدم رغم النباس ما ظهرت على الشاشة من غير حجاب فترة طويلة لكن عمرها ما أنكرت إن الحجاب فرض عليها وهي بتبكي وقالت اللهم إني اشتقتوا لارتداءه كاملا ولا أملك القوة الآن فعجل ليه بارتداءه ولا تقبلني إليك إلا وأنا أرتديه بسمة قالت إنها بتغيير من كل اللي بيلبس الحجاب لأن عندهم الشجاعة وقدروا يلبسوه أنا نفسي أرجع للحجاب تاني بسمة وهبة لما حد بيسألها ممكن ترجع للحجاب من تاني بتقول إن الجسمها بي أشعر وده هنشوف الفترة اللي جاية هل بسمة وهبة هتلبس الحجاب قريب؟ وترجمة نانسي قنقر